اشتركوا في القناة اليوم عم نشهده بمدينة العين يعني اكيد يشكرون الشباب اللي هم قائمين على هذا المهرجان وهذا حلم كان بالنسبة لبعض منهم وتحقق الان الموضوع مش بالحلم كيف يتحقق هو كيف احنا يعني نسلم على هذا المهرجان وما يروح مثل ما راح راحة المهرجانات الاخرى طبعا اكيد المهرجان يعني بجهود الشباب يعني نتمنى ان يستمر اهم شيء الاستمرارية لان انت عارف احنا عندنا مهرجانات كثيرة راحت وصرنا متشائمين نوعا ما لكن احنا معاهم اي شيء يطلبون مننا اكيد احنا ما يكونوا موجودين ويعني على امل ان شاء الله ان نشوف اعمال مختلفة اعمال متبيزة وانضيف شوي لانعوض شوي عن بعض المهرجانات اللي راحت في هذا المهرجان لان احنا ما بقى عندنا الى اليوم الا مهرجان واحد اللي هو مهرجان الشارقة لسينما الطفل هذا اللي باقي الى اليوم احنا ما ندري لانه مهرجان دبي سينمائي الى اليوم هو وشوف حلوها الى اليوم الى اليوم في علم الغيب كنو عام بيقول انو كل سنتين تقريبا احنا الان ننتظر يعني ما باقيش على سنتين احنا السنة واحدة راحت المفروض كما سمعنا انو في شهر ستة سبعة يعني بعد شهرين بعد رمضان راح يبين اذا فيه او ما فيه نتمنى 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 ان يكون فيه لانه هذا المهرجان احنا كان المتنفس بالنسبة لنا خاصة بعد توقف مهرجان ابو ظبي السينمائي الدولي ان شاء الله اه طيب خبرنا عندك مشاركة والله هتكون انت اداعي متايف شرف لله والله انا سمعت انو فيه انا بسوي فيلم اه 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 مع منصور الظاهري وخبرني انو مشارك فيه المهرجان بس انا مو موجود لانه عندي فيلم انا موجود لاني ادعم هذا المهرجان ولازم احنا نكون موجودين متى تدري هاي هاي شغلات احنا ورا المواهب وورا الطاقات الابداعية وورا المناسبات الفنية اللي عندنا في الامارات فنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع طيب شو عنا بشهر رمضان شو عم اتحذير او شو خلستو نهيه لا انا ما عندي ولا مسلسل اولا ايه طبعا انا يعني كانتاج مقرر اني يعني اولا صحتي ما تسمح الكثر انا كبرت في السن انك شباب انا حتي هذا ما اقول خيرا اه ما عندي ذاك الجهد اليوم انا اقدر ابذله مثل السابق في مسلسل ما يقدم جديد اه ما عندي استعداد اني انا اتعب اربع خمس شهور في مسلسل ما في ذاك التأثير الحقيقي على المجتمع والناس ولني انا محتاج الحمدالله يعني اني انا اروح اتعب نفسي لاني انا ما اعيش من وراء الفن الحمدالله عندي راتبي مكفيني وممكن اقعد يعني عمري كله بدون ما اشتغل الفن ولله الحمد انا سلحت نفسي بالعلم والمعرفة والوظيفة الادارية فانا مش محتاج سوري لهالكلمة لكن في نفس الوقت كممثل نعرض عليه عملين ما لقيت نفسي فيهم وما اشتغلت هذه السنة على امل ان شاء الله انه السنة الجاية يكون فيه شيء مختلف نقدر احنا نقدمه للناس لانه العام الماضي انا ايضا كممثل اعملت هارون الرشيد انا اعتز بهذا الدور بصراحة وبالعمل ككل يعني طيب مش شايفين معك مادام هايفا وين هايفا في ابو طبي مشغولة وعندها الانتزامات يعني ولا كانت راح تكون موجودة ش Questions احيانا منشوف انك بتعلق تعليقات عالزواج ومذواج ووحدن تاني وبدأك تزوج وقصص وكذا هذا كله مزح شوف مزح لي عندنا مثل يقول لا تخاف من اللي يتكلم خاف من الساكت هذه لازم تعرفها أنا دايما بيكتب أشعار وحب أشعار هذا الكلام ما يمشي حبيبي أنا أقول لك عندنا مثل يقول لا تخاف من اللي وايد يتكلم مثل حبيب غلوم خاف من الساكت مثل علي بس أنا بيقولولي أنا عاشق وأنا شاعر الغرام عاشق عاشق نظيم أنا من عرفت قلت عاشق دائما أنا في حالة عشق دائما في حالة عشق دائما لكن هذا ما يمنع الكلام اللي أنا أقول يعني هذا الكلام أنا والله العظيم فيه فانز لإلك قالوا ليسألوا للدكتور حبيب إنه شو سبب هايدي الكلمات اللي بيكتبها لهيك أحيانا نجزات إنه المرة وكذا لك أنت وللفانز هذه كلها يعني شغلات للمزح ليس أكثر وأنا ولله الحمد يعني مرتاح من الناحية الاجتماعية ولله الحمد وما علي أي قصور وما أفكر في شيء مثل هذا أبدا لأن فكر تزوج مرتين لا 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 ضربتي في الراس توجع والثالثة بتكون تصور أن القاضي يعني عقبالك تلتي سبتي ما تعرف يعني إذا الله كاتب بعد هذا لا حول ولا قوة لكني أنا أفكر في الموضوع لا والله أبدا طيب دكتور ما بتتضيق لما بيقولوا مثلا أنه أنه أنت أكبر منه لهيفا أو هيك بيعلوا أحيانا تعليقات عليها أو شيء أبدا يعني هذا شيء لا أنا أول ولا آخر واحد تزوج واحدة أصغر منه وبعدين معروف أن هذا الزواج الثاني وعادة يعني كيف يكون يعني الزواج الثاني عادة يكون بالنسبة للرجل أنه بيتزوج واحدة أكيد مش في عمره يعني وإلا ليش بتزوج ف النساء بيحبوا الرجل الأكبر منهم أو الكبير الله ما أدري أنت أدر يا علي الغبرة أنا بشوف كمان دايما بيتغزلوا بشيبتك وهايك كمان وشيبتك أنت كمان أنا وصلني تغزلوا بشيبتك كثير يعني قالوا على فكرة حنا نشبه بعض في أشياء كثير يعني بس في منافسة أو شيء في منافسة بعرف أنا خبروني حبيبي يا دكتور أنت عن جد صديق وعزيز وغالي ومدام هيفا أنا بعزة كثير وبحبه وأنتو قبل على فكرة رائع جدا الله يوفقكم يا رب ويديم هيد المحبة تسلم حبيبي تسلم يا علي تسلم يا رب 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 تسلم يا رب